إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فحيكم الله أيها الإخوة الأفاضل وطبتم وطبص عيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة وأسأل الله الكريم العظيم كما جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في رحمته وجنته إنه لي ذلك والقادر عليه أما بعد فقد وصلنا في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والمسمى بمتينه سؤال وجواب في العقيدة للحافظ الحاكم رحيمه الله وتعالى وقلنا أن هذا الإمام العلامة من أهل نجد وكان من أهل القرن الماضي وعمل العقيدة بشكل مبسط فهيئة سؤال وجواب عشان يسهل على المسلمين تعلم العقيدة مدعمة بالأدلة من القرآن والسنة ووقفنا عند تعريف العبادة قال السؤال ما هي العبادة لو حد سألك طب إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادتي صح؟ طب ما هي العبادة؟ العبادة أجمع جواب أجمع جواب أجاب عنه شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله وتعالى لما سؤل هذا السؤال فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يعني أي عمل جاء به القرآن أو جاءت به السنة سواء كان هذا العمل ظاهر زي الصوم أو الجهاد أو الحج أو العمرة أو أي أعمال ظاهرة جاءت في القرآن أو السنة فهيحبها الله سبحانه وتعالى أو الأعمال التي قيلت باللسان من الذكر الله تلاوة القرآن كل دي أعمال يحبها الله أو أعمال باطنة زي الخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى كل دي عبادات يحبها الله سبحانه وتعالى فالعبادات متنوعة بل قد يكون الأمر مباحا وبالنية يتحول هذا الأمر مباح إلى طاعة وعبادة يحبها الله سبحانه وتعالى ويثاب عليها العبد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة حتى اللقمة تضعها في في مرأتك فقد أجرت عليها فالنفقة التي تنفقها والنفقة في حديث آخر حتى النفقة تنفق بها على أهلك فقد أجرت عليها فإذن النفقة حتى الشئة التي تشتريه لأهلك في البيانات لو احتسبت النية فيه تؤجر عليها تكون عبادة يتحول إلى عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى بل الأعجب من ذلك أن الإنسان لما يأتي أهله يؤجر على هذا الأمر مع أنه يأتي شهوته كما تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم نوضعها في حرام أكان عليه وز كذلك إذا وضعها في الحلال فكان له أجر فإذن العبادة تشمل كل حياة الإنسان حتى كمان الابتسامة التي يبتسمها في وجه المسلم هي له صدقة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة فحياة الإنسان كلها من حين أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام كلها عبادات ممكن أن يفعل عبادات كثيرة جدا ويؤجر عليها فالعبادة شامل لكل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهذا من حيث النوع من حيث تنوع العبادات طب من حيث صفة العبادة قولا متى يكون العمل عبادة يعني متى يكون العمل مش العمل اللي هو العمل الدنيوي لا هو يقصد يكون الطاعة نفسها إمتى يكون العبد فيها طاعة ممكن أن أعمل طاعة ظاهرا كده للناس بس أنا يعني مثلا أنا جاي أصلي جاي أصلي واقف من الدين ربنا وقلبي وعقلي في مكان آخر هل هذا يسمى عابد؟ هل هذا أطاع الله سبحانه وتعالى حقا في إقامة الصلاة لما ربنا قال له أقم الصلاة هل هذا أقام الصلاة؟ ها؟ هذا لم يقم الصلاة هو جاي أدى حركات ولكن عقله في خارج الصلاة وقلبه كذلك في خارج الصلاة هذا لم يؤدي هذه العبادة حقها فالعابد إمتى يكون عابد فعلا؟ يعني لم يجي يعمل عبادة متى يقول أن هذا الإنسان فعلا عابد لله سبحانه وتعالى وأقام العبادة كما ينبغي قال إذا توفرت فيه شيئان أو كمل فيه شيئان الشيء الأول كمال الحب مع كمال ذل عشان يكون الإنسان عابد فعلا ودي أعمال قلبية لازم يكون مش مجرد أنه بيحب ربنا هو أصلا لو ما عندهش أصل المحبة ما يبقاش أصلا مؤمن أصل محبة الله سبحانه وتعالى هي اللي بتحركه أصلا لكل الأعمال لكن هو قال كمال المحبة كمال الحب إذا اكتمل عندك حب الله سبحانه وتعالى يهون عليك أي شيء فإذن الذي يحرك الإنسان ليعمل أي شيء سواء كان عبادات فرضها الله سبحانه وتعالى أو نوافل هي المحبة المحبة شبهها ابن القيم رحيم الله تعالى برأس الطائر قال الطائر هذا لو عنده رأس وجنحان تمام هذا الطائر لو ما كان عنده رأس أصلا هل سيبقى حي مش يبقى حي لو قطعت رأسه سيموت كذلك المحبة هي حياة الإنسان أن يحب العبد ربه هي حياة الإنسان بل تكون المحبة يهون عليه كثير من الصعاب ويذلل عليه كثير من الأمور الصعبة مثلا يعني نضرب مثال في أيام البرد هذه ونحن نائمون تحت الغطاء والله سبحانه وتعالى يحب يحب لك أن تناجيه في الثلث الأخير من الليل نسأل الله أن يعيدنا على ذلك ما الذي يحركك لكي تقوم وتترك هذا الدفء وهذا النعيم كله غير المحبة بل تعالى ده نوافل طب للفرض بقى إذا أذن الفجر ما الذي يحركك لكي تقوم إلى الله سبحانه وتعالى غير المحبة أنك تحب الله سبحانه وتعالى إذن المحبة هي الرأس لو ما عندك محبة سينقاطع أصلا طريق بك إلى الله سبحانه وتعالى وجناحي الطائر الخوف والرجاء فالسائر لله سبحانه وتعالى عنده الرأس الأساس المحرك هو المحبة وعنده الخوف جناح والرجاء جناح فإن قال المصنف رحمه الله شيئان تكمل للعبد عبوديته هو كمال المحبة مع كمال الذل طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ينوه إلى هذا الأمر قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده هما قطبان يعني شبه العبودية بقطبين القطب الأول هي كمال المحبة والقطب الثاني هو كمال الذل قال الله سبحانه وتعالى وأحق القول قول الله عز وجل قال والذين آمنوا أشد حبا لله هذه الآية ورد فيها تفسيرين ورد فيها معنين المعنى الأول أن طبعا بداية الآيات عشان نفهم معنى هذا الشاهد الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المشركين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون لهم كحب الله والذين آملوا أشد حبا لله إذن هناك مشركون اتخذوا أنداد اتخذوا آلهة يحبون لهم كحب الله يعني حب تعظيم ومحبة خلاص أو عبودية تعظيم ومحبة يحبون لهم كحب الله وبيحبوا ربنا ولكن بيحبوا هذه الآلهة كحب الله سبحانه وتعالى قالوا فيها أن المشركين يحبون هذه الآلهة أكثر من حبهم لله سبحانه وتعالى لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن المؤمن لما بيحب ربنا المؤمن عنده إخلاص ما عندهش أنداد بيحب ربنا بصفق وإخلاص لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا من عبودية المشركين لله المعنى الثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله أن المشركون عندهم حب لله لكن حبوهم للأنداد أكثر حبوهم للأنداد والآلهة أكثر من حبوهم لله سبحانه وتعالى خلاص وضحت والذين آمنوا أشد حبا لله وقال سبحانه وتعالى طبعا هذه الآية التي تكلمت عن المحبة أما طبعا هي جمعت هذه الآية المحبة أما الخوف أو الذل طبعا الذل لم يرد في النصوص الشرعية سواء كان القرآن أو السنة أن العبد يكون ذليل لكن ورد الخضوع فنقدر نعرف الذل هو الخضوع يعني إيه خضوع؟ بكل بساطة الخضوع لله هو الاستسلام لله والاستسلام لله إذا ذكر يذكر من؟ أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت بدون تردد إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين تعالى لابنه إسماعيل عليه السلام وعلى أبيه وعلى كل الأنبياء الصلاة والسلام قال يا أبتي إني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى وكلام ده إمتى؟ الكلام ده لما بلغ معه السعي تخيل ابنك؟ نعم قال يا أبني إني أرى في المنامي أني أذبحك نعم الكلام ده إمتى؟ متى أوحى الله إليه هذا الوحي؟ لما بلغ معه السعي تخيل ابنك أنت لما يجي عند سن تعتمد عليه يقوم ربنا يعني ربنا يحفظ ذرية المسلمين أجمعين يقوم ربنا يأخذ منك تخيل أنت نفس الموقف بالضبط قال لما بلغ معه السعي اعتمد عليه إبراهيم على إسماعيل قال يا بني أوحى الله إليه في المنام ورؤية الأنبياء وحي رؤية الأنبياء كلهم في المنام وحي لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تنام عيني ولا ينام قلبي لذلك تأتيه الرؤية المنامية فهي وحي من الله سبحانه وتعالى زيها زيها الوحي وهو حاضر وهو حي يأتيه جبريل قال يا بني إني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى ماذا قال قال يا آبتي افعل ما تؤمر ستجني إن شاء الله من الصابرين على طول استسلام فوري هو ذا الخضوة هنا يقال أن هذا هو عبد فعلا لله يكون عنده كمال الخضوع تعالى قصة ثالثة لنبي ثالث من الأنبياء موسى عليه السلام لما ربنا أحب أن يوحي إليه ماذا قال له قال وما تلك بيمينك يا موسى يا ربنا مش عارف عز وجل يعرف ما الذي بيديه ويعرف متى حاجة موسى عليه السلام لهذه العصى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بيها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال تب ألقيها يا موسى على طول ما الذي حدث فألقاها الفاء في لغة العرب تفيد التعقيب مع السرعة كل الأنبياء كل الأنبياء الأوامر الإلهية من عند الله جاءت بتعقيب مع السرعة فعندك الفاء في لغة العرب دي يعني مثلا أنت قلت قال لابنه افعل كذا ففعل معنى ففعل أنه استجاب فورا بدون تردد أما ثم لو جاءت ثم تفيد التعقيب لكن مع التراخي أنا قلت لابن يفعل كذا ثم فعل ممكن بقى فعل بكرة بعد بكرة بعد شهر سنة سنتين لكن الفاء تفيد التعقيب مع السرعة فألقاها على طول فورا فإذا هي حية تسعى إلى آخر الآيات فالأمثلة في الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى كثيرة جدا عائشة رضي الله عنها لما سألتها لما سألتها الصحابية فقالت يا عائشة ما بال الحائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت يعني من بلد اسمها حروراء وهي بلد التي أنشأت الخوارج أو خرجت منها الخوارج فقالت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني عايزة تقول لها استسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله فإحنا الأوامر الإلهية أو الأوامر النبوية علمنا الحكمة منها فبها ونعمة معرفناش الحكمة منها نستسلم هذا هو العبد فعلا كثير من الناس دلوقتي يسأل يقول لك طب إيه الحكمة من النبي مثلا صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل اللحوم الأهلية طب إحنا ما جاءت لناش حكمة لازم نقعد نفسر أصل اللحم اللحوم الأهلية ممكن يكون عشان بتتربع على مش عارف مراعي إيه فتبقى اللحمة بتاعها طب إنت مالك مالك الكلام بكل لم يرد لك حكمة إلهية أو حكمة على لسان المشرع صلى الله عليه وسلم خلاص الحكمة أن الله أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هو ده الاستسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت ده شعار المسلم دايما هو ده معنى الخضوع لو فتشت في نفسك فوجدت أنك هذا هو شأنك فأحمد الله على هذه النعمة كمال الخضوع هو ده العابد مع كمال الحب لله سبحانه وتعالى طيب الخضوع أو الذل يعني كما عبر عنه المصنف قال الله عنه في قرآنه عن صفات المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون المشفق هو الوجل الخائف من الله سبحانه وتعالى تلاقيه منكسر ذليل عشان كده تلاقيه يخضع له أمر الله على طول خائف من ربنا هم دول المشفقون دول أهل الإيمان طيب وجمع الله سبحانه وتعالى بين هذا الحب والذل له سبحانه وتعالى في قوله عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات كما قلنا لا يترددون يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالرغبة هي الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى والرغبة هي العقاء الخوف من العقاب الله سبحانه وتعالى وكانوا لنا وكانوا لنا خاشعين إذن العبودية لا يكون العبد عبدا إلا بكمال المحبة مع كمال الخضوع يعني أنا أود أن قبل أن نختم لأن قد يقول إنسان طبعا أنا إزاي يحب ربنا كيف أحب الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف ابن القيم سريعا كده أشار إلى يعني عشر أسباب تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لمعانيه لو تدبرت فعلا معاني القرآن هتحب ربنا رصبا عنك تعالى كده افتح القرآن بنية الهداية تعرف بنية الهداية دي يعني افتح القرآن وانت من جواك عايز تهتدي إلى فهم كلام الله عايز من جواك تفهم الرسالة الربانية من ربنا لك والله ربنا سيفتح عليك بس انت نوي ويبدأ كده افتح القرآن ويبدأ اقرأ كده بهذه بنية الهداية لا ربنا فتح عليك من الفهم والمعاني يعني تتعب عشان تجدها في كتاب تفسير طيب قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم المعانيه هذا السبب الأول السبب الثاني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفراض فأنها توصل إلى درجة المحبوبية أن الله سبحانه وتعالى محبوبية أن الله سبحانه وتعالى يحبك قال الله سبحانه وتعالى في حيث القدسين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال أو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يبصر الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ويبطش بها ورجله التي يمشي به فالساب الثاني من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى أن تكثر من النوافل بعد الفرائض الساب الثالث دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال بالقلب وباللسان فنصيبه من المحبة على قد نصيب هذا الذكر أكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى هو الذاكر لله سبحانه وتعالى في حال القيام والقعود وهو على جنبه وعلى كل أحياره كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ما في موضع من المواضع إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه جل وعلا وهذا كمال الحب أعلى المحبين صلى الله وسلم عليه لربه تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قال الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فكافة يعني أنك لو التزمت الأذكار الموظفة لأن الأذكار نوعين أذكار موظفة يعني مقيدة بقيد يعني أذكار دبر الصلاة أذكار دخول البيت الخروج من البيت أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الذهاب المسجد كل دي أذكار لها موظفة يعني مقيدة بقيد لو اتزمت بها تكون إن شاء الله من الذكرين الله كثير من الذاكرات الأذكار بقى مطلقة التسبيح والتحميد والتهليد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحوقلة ومن أفضل الكتب التي فيها الأذكار الشاملة كتاب الأذكار الإمام النووي رحمه الله تعوارك وتعالى إذن دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال الساب الرابع من أسباب المحبة إثار محابه على محبك عند غلبات الهواء إذن لو جاء أمر من الله سبحانه وتعالى وأنت نفسك لا تطيعك في هذا الأمر وجاهدتها تصل لمحبة الله سبحانه وتعالى واضح قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الساب الخامس التعرف إلى الله سبحانه وتعالى أو على الله بأسمائه وصفاته قال ابن القيم رحمه الله فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ما فيش مجال لو عرفت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله هتحبه غصبا عنك وفيه كتاب يعني أنا أرشح أن يقرأه كل مسلم إن استطاع إلى ذلك اسمه فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله اسمه فقه الأسماء الحسنى جميل جدا مبسط ويعني صغير يعني اسمه فقه الأسماء الحسنى فمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أجعلك تحبه السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه وإنعامه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى المحبة وكل واحد فينا الآن لو سألنا اذكر لنا موقف من مواقف التي يعني تجلى فيها إحسان الله سبحانه وتعالى لك وإنعامه عليك هذكر لنا مش موقف مواقف فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل والإنعام والطول جل جلاله فتذكر إحسان الله لك وإنعامه عليك من نعم التي لا تعد ولا تحصى من الأسباب الجانبية لمحبة الله تبارك وتعالى وأيضا من الأسباب الجانبية لمحبة الله هو الانكسار بالقلب بين يدي الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات يعني ما أقدرش أقول لك حاجة فيه يعني ما أقدرش أقول لك إذا تنكسب بين يدي الله مفيش فيها كلام يعني أنت جرب كده تكون عندك حاجة تكون عندك حاجة واغلقت عليك الدنيا وتكون أنت فعلا مفتقر إلى الله قعد كده منكسب بين يدي الله وارفع إيدك شوف اللي يحصل لك هو أعيز يقول لك ابن القيم دي ملهاش معنى لا يتوصف بعبارات انت قعد كده وانكسب بين يدي الله شوف المحبة لا تدخل في قلبك قال تعالى أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إلههم مع الله لا إله إلا الله فالمحتاج والفقير وكلنا محتاجون وكلنا فقراء الله سبحانه وتعالى فالانكسار بين يدي الله عز وجل يؤدي إلى محبته تبارك وتعالى من الأسباب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بالعبودية بين يديه وختم ذلك بالاستغفار يعني قبل الفجر بنصف ساعة كده لو صحيت وصلت ركعتين وقعدت تستغفر لحد الفجر شوف كده بعصات الفجر الحب اللي يكون في قلبك لله عز وجل ده السابس التامن عشان ما أطولش عليكم السابس التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر يعني مصاحبة الصالحين وترك مصاحبة البطالين إن لم يكن فيه نفع ففيه ضر كالغيبة والنميمة والبهتان والزور والخوض في أعراض الناس فمصاحبة الصالحين المحبين الصادقين يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى العاشر والأخير مبعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل فكل منا يعلم من نفسه أن له خبيئة وله سبب قد يعني يوصل بالحلول بينك وبين الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أن القلب هذا يعني في حائل بينك وبين الله قال سبحانه وتعالى استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لمحويكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون فإذا هناك أسباب لابد العبد أن يتجنبها أي سبب يعطلك عن الله باختصار فتركه على جمع عشان توصل لمحبة الله عز وجل فيعني ماذا أت發نا عليكم اليوم مسألا الله سبحانه وتعالى جعلوا ياكم من الذين يحبون الله سبحانه وتعالى وأن يحبهم الله سبحانه وتعالى فقبل أن نختم السبيل الموصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى لك العكس فأنت إلما تحب الله سبحانه وتعالى يعني بالأسباب العشر التي قلناها دي توصلك إلى محبة الله إن شاء الله لكن إزاي ربنا يحبك قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله يعني ده اختبار فاتبعوني يحببكم الله الكلام هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا اتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعالك الحياتية اليومية يؤدي أن الله سبحانه وتعالى يحبك وهذه الآية سماها السلف آية المحنة آية الابتلاء وآية الاختبار لأن الناس ادعت محبة الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية لو أنت فعلا بتحب ربنا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها تفز بمحبة الله عز وجل ورضوانه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يذكرونه على كل حال ويجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إنه لي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد الله إلا أنت استغفرك أتوب إليك اشتركوا في القناة